مسائل كهر مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية جديدة شركة ريال استيت جايد هتكلم مع حضراتكم عن مشروع فيجين طاور وان ده من المشاريع اللي طرحت من فترة في منطقة الحي المالي المطور للمشروع شركة اسمها الناشونال انبيست جروب الشركة الوطنية جروب الشركة ديت شغالة في مجال التطوير العقاري عندهم مشروع اسمه نيو سيتي على حوالي 350 فدان في وعدين الدمياط فيه جزء من مطلع المشروع دوت موجود فيه فسادة طبعا على مستوى من مدرسة انترناشونال مساجد نوادي مستشفى حاجات زي كده يعني بالإدافة طبعا هم عندهم في القاهرة الجديدة مجموعة من العماير في مغضية الارونفل والاندالوس وفي بيت الوطن ويعتبر اول مبنى اداري لهم اللي هو فيجن طاور وان الاستشاري الهندسي للمشروع المهندس اسعد سلامة والمهندس سعد مكرم هو مبدئين طبعا ده شكل التصور لديزاين بتاع المشروع فيه هنا بتاع قطعة الارض هي القطعة ديت بالزبط كده طبعا انت حضرتك المدخل دوت ده بيقابلك هنا البنك مصر والبنك المركزي والبنك الاهلي البنوك الرئيسية على الميدان الرئيسي والميدان دوت ده طبعا محور رئيسي في العاصمة بيوصلك طبعا لحد ايه الحضائق الرئاسية وبيوصل كمان لحد المطار والطريق السويسي يعني فده طبعا شارع الرئاسة ده الشارع الرئيسي اللي هو من المحاول الرئيسية في العاصمة بصد الحضائق الرئاسية والشارع دوت برضو ده اللي بينزلك على منطقة الداونتاون وفندق الماسا تمام وبيفضل مكمل معاك لحد الار سيفن وامتداد المرحلة التانية للعاصمة وطريق السخن فهو موقع المشروع على المحور الرئيسية في العاصمة يعني المشروع طبعا ارضي وسبعة ادوار زي بقى المباني الادارية الموجودة في الحي المالي مشروع مبنى اداري بالكامل موجود في يعني اثنين مدخل في طبعا هنا التصميمات المتاحة لي اثنين مدخل للمبنى موجود سبع اسنصيرات في منهم اسنصير بانوراما وفي اسنصيرين اللي هو خدمات واربع اسنصيرات للموظفين في الميتنج روم في كل دور بيكون في ميتنج روم في حوالي اربعتاشر حمام منهم سبع حمامات للسيدات وسبع حمامات رجالي الكونفرنس روم تبقى متوفرة برضو في المبنى ارتفاع الاسقف في المشروع نتكلم بحوالي اربعة متر فاصل تلاتة المساحات بتبتدي من حوالي اربعة وربعين متر تقريبا والاسعار بتبتدي من توسط اربعة وثلاثين الف وخمسمائة او حوالي خمسة وثلاثين الف جنيل المتر احنا عندنا طبعا المشروع دوت مساحة الارض بقعته حوالي اداشر الف متر مشروع كبير واخت تلات وجهات مزود طبعا بس مارت سيستم عندهم نظام السداد على عشر سنين اللي هو العشرة في المية مقدم والباقي على ست سنين وعشرين في المية على تمان سنين اوكي؟ فيعني ده عمتا الحبيد كده اتكلم معاكم عن المشروع دوت ويعني تميز بتاع المشروع وكمان بالنسبة للتصميمات بتاعته كده عمتا لو في اي حد عنده اي استفسارات بشكل عام عن الفرص الاستثمارية داخل العاصمة الادارية الجديدة او حبيب يعرف الموجود في الماركت حاليا يقدر ان هو يتواصل معي من خلال الضغط على اللينك الموجود في اول او طبعا من خلال الرقم بيبقى ظاهر قصاد حضراتكم طبعا تقدروا تشرفوني بالتواصل في اي وقت انا معكم محمود كساب استشاريع قارب العاصمة الادارية الجديدة شركة ريال ستيت جايد شكرا جزيلا وحسن الاستعمال